اهلا بكم في فيلم جديد بيبدأ الفيلم بتاعنا في الصحراء وبيظهر جعفر واللي بنعرف انه هو يبقى وزير الملك والملك بيصق فيه في كل حاجة بيظهر معاه كمان واحد من اللصوص المعروفين وهنا بتطلع فراشة سحرية وبنعرف ان الفراشة هي اللي هتساعده علشان يوصل لكهف العجايب بنعرف كمان ان الكهف ده مليان بالكنوز والدهب ولكن اهم حاجة موجودة فيه هي المصباح السحري وهناك بيطلب الوزير من اللص انه هو يدخل ويجيب له المصباح ولكن حارس الكهف بيقول لهم ان اللي بيدخل الكهف ده لازم يكون شخص نظيف وقلبه ابيض ولكن بيصمم الحرامي انه هو يدخل فبيتحول الحارس لحيوان ضخم وبيخلص على اللص وبيقول الوزير بعدها للطائر بتاعه انهم لازم يوصلوا لحد طيب علشان يدخل ويجيب لهم المصباح من الكهف بنروح بعدها للمدينة وبيظهر علاء الدين وبنعرف انه هو شاب فقير وبنشوف حراس المدينة وهما قاعدين بيطردوه وبيحاولوا انه هما يقبضوا عليه لانه سرق رغيف عيش علشان يكلوه بيظهر معاه الارد عبود واللي علم علاء الدين ازاي يتحرك ما بين البيوت بكل رشاقة وبكل سرعة وبنشوف فعلا علاء الدين وهو بيقدر انه هو يهرب من الحراس بسبب الرشاقة بتاعته وبيوصل لمكان هادي هو والارد وبيبدأوا انه هما يكلوا الرغيف اللي سرقوه ولكنهم بيلوا قدامهم اطفال صغيرة بتدور على اي اكل يكلوه فبياخد الرغيف وبيديلي الاطفال وبيفضل هو والارد جعنين اما بعد كده بيوصل امير من مدينة بعيدة وبيكون جاي علشان يخطب اميرة المدينة اللي بيسكن فيها علاء الدين وبيفرح اتنين من الاطفال لما بيشوف الموكب وبيجروا على الامير ولكنه بيطلع الكرباج وكان على وشك انه هو يضربهم بيوصل علاء الدين في الوقت المناسب وبيقدر ان هو ينقذهم ويدافع عنهم من كرباج الامير وهنا بيتعصب الامير من اللي حصل وبيفضل يشتم في علاء الدين وبيسيبهم وبيمشي وبتظهر بعد كده اميرة المدينة واللي اسمها ياسمين والنمر فتاحها وبنعرف انها رفضة جواز من الامير لانها عايزة تعيش قصة حب ولكن ابوها بيقول لها ان قوانين المدينة بتقول ان الاميرة لازم انها تتجوز امير ولكن بتصر ياسمين على موقفها وبتكون رفضة بيظهر بعد كده الوزير جعفر مع الملك وبنشوفه وهو بيطلب منه الخاتم اللي في ايده وما بيقدرش الملك ان هو يرفض وده بسبب تأثير العصاية السحرية اللي كانت في ايده وبعد كده بتتنكر الاميرة وبتخرج من الاصر علشان تقدر انها تشوف احوال الناس اللي موجودين في المدينة وفعلا بتوصل للسوق وانك بيشوفها علاء الدين وطبعا بينبهر جدا بجمالها بيظهر هنا بقى طفل جعان فبتاخد الاميرة تفاحة وبتديها للطفل الصغير وهنا بيفتكر صاحب الفكهة انها بتسرقه وكان خلاص هيطع ايدها ولسه بيمدي ايده على السيف ويطع ايدها فجأة بيظهر علاء الدين وبينقذها وبيقوله انها تبقى اخته ولكنها مجنونة وهم عادين بيعالجوها وبنشوف جعفر وهو بيعمل سحر في القصر وبنعرف ان الشخص الطيب اللي ممكن يدخل الكهف ويجيب المصباح هو علاء الدين بذات نفسه ليه بقى؟ لان قلبه طيب ومليان بالحب والخير بيتكلم علاء الدين مع الاميرة عن حياته البسيطة وبتكون مبسوطة بحياة الحرية اكتر من حياة الاصر بتاحها اكتر من الحياة في الاصر بتاع الملك ولان علاء الدين ما بيكونش عارفها فبتقوله انها تبقى اميرة لمدينة تانية بعيدة ولكنها هربت لان والدها كان عاوز ان هو يجوزها غصب عنها وفجأة بيهاجمهم جنود الوزير جعفر علشان يخطفوه وهنا بتعلن الاميرة عن شخصيتها وطبعا بتطلب منهم ان هما يسيبوه ولكن الجنود بيقولولها ان هما لازم ينفزوا تعليمات الوزير بتروح بعد كده تتكلم مع الوزير وبتسأله عن السبب اللي خلاه يخطفوه فبيقول لها انه اكيد كان خطفها وان هما خلاص هيعدموه بيظهر بعد كده علاء الدين في الزنزانة وبيجيلوا بعدها الارد وبيفك السلاسل اللي موجودة في ايده ولكن فجأة بيظهر شخص شكله غريب وبيطلب من علاء الدين ان هو يساعده في اللي يطلبه منه وهو هيقدم له هدية غالية جدا علشان يقدر انه هو يديها للاميرة وهنا بنعرف ان الشخص ده يبقى جعفر الوزير ولكنه كان متنكر بيوصله بعد كده لكهف العجايب وهناك بيفتح الحارس الكهف لعلاء الدين وبيأمره انه هو يجيب المصباح بس وانه هو ما يلمسش اي كنز تاني بيدخل علاء الدين للكهف وبيكون معاه الارد وبينلاقي ان فيه بصات سحري بيمشي معاهم وبيكون عاوز ان هو يساعدهم وده علشان يعرفوا مكان المصباح السحري اللي بيدوروا عليه وفعلا بيوصل علاء الدين للمصباح وفي نفس الوقت بنشوف الارد وهو بتعجيبه جوهرة وبيمد ايده علشان ياخدها وساعتها المكان كله بيتحول وبنشوف الكنز وهو بيختفي وبيتحول لحمن من النار ولكن بيقدروا ان هما ينقذوا نفسهم عن طريق البصات السحري ولكن برضو بتيجي صخرة وبتوقع علاء الدين والارد من على البصات وكانوا على وشك ان هما يقعوا في البركان وبيكون الراجل العجوز قريب منهم ولكنه بيكون كل همه انه ياخد المصباح بسرعة وفعلا اول ما اخده بيسيبهم يقعوا وبنكتشف بعد كده ان هما محبوسين في الكهف وكمان بيكون المصباح لسه معهم وده لان الارد قدر انه هو يخدع الراجل العجوز وياخد منه المصباح مرة تانية وهنا ما بيكونوش عارفين ازاي هيخرجه طبعا من الكهف ولكن فجأة بيحك علاء الدين المصباح فبيخرج له الجني واللي بيكون شكله انه هو نايم جوه المصباح بقاله فترة طويلة جدا بيقول الجني لعلاق الدين انه هيقدر انه ينفذ له تلات طلبات يطلبها مع عدد تلات حاجات وهي انه ما يقدرش انه يقتل حد ولا هيقدر يخلي حد يحبه ولا هيقدر انه هو يرجع له حد من الموت مرة تانية وبيستخدموا زكائهم علشان ما يخلصوش التلات طلبات بتاعتهم وبيقرروا انه هما يستفزوا الجني وبيقولوله انه ما يقدرش اصدا انه هو يخرجهم من المكان ولان الجني كان سازج جدا بصراحة فبيتعصب وبيقرر انه هو يطلحهم وكده يخرجوا من الكهف وبيكون لسه معاهم التلات امنيات بنروح بعد كده للقصر وبنشوف الملك مع ياسمين وجعفر وبتقول لولدها انها لما تكون ملكة اول حاجة هتعملها انها هتخلص على جعفر الوزير وبنرجع للجني مرة تانية اللي بيتكلم مع علاء الدين وبيقوله انه هو بيكون خادم لصاحب المسباح وان الحل عشان ياخد حريته هي ان صاحب المسباح يتنازل عن ابنية من امنياته التلاتة ويحرر بيها الجني وهنا بيوعدوا علاء الدين انه لو ساعدوا انه يتجوز الاميرة هتكون لامنية التلتة له انه يحرر الجني من المسباح وبيطلب علاء الدين من الجني انه يحوله لامير وفعلا بيتحول لامير غني جدا وكمان بيتحول لارد الفيل وبيعمل له الجني موكب ضاخم جدا علشان يقدروا انهم يروحوا للملك ويطلب منه ايد الاميرة ياسمين وبالفعل بيظهر الموكب اللي بيرمي الدهب للناس في الشارع وبيوصلوا بعدها لاصر الملك اللي بينبهر طبعا لما بيشوف الامير اللي بيكون اسمه الجديد الامير علي بدل اسم علاء الدين بيظهر كمان جعفر الوزير وبيكونوا هما الاثنين بيتخنقوا على اللي يتجوز الاميرة فبتتدايق جدا وبتقول انها استحالة تتجوز بالطريقة دي وبتسيبهم وبتمشي وده لانها ساعتها ما بتكونش لسه عرفت ان ده يبقى علاء الدين وده بسبب اللبس الجديد بتاعه بيروح لها بالليل في البلكونة بتاعتها وبيفضل يتكلم معاها انه امير وغني وبيكون فاكر انها كده اصلا هتعجب به ولكنها بتتجاهل كلامه لحد ما بيمثل قدامها انه هو وقع من البلكونة فبتجري تتطمن عليه وهنا بتلاقيه راكب على البساط السحري فبتعجب به جدا وبتركب معاه وبيفضلوا انهم يلفوا بالبساط كتير جدا وبعدها بيقفوا في مكان وبيتكلموا مع بع بيفضلوا يتكلموا لحد ما بتعرف الاميرة انه هو يبقى علاء الدين الشاب اللي قابلها في السوق وانقاذها قبل كده قبل ما يقطع التاجر ايديها فبيجدب عليه علاء الدين وبيقول لها انه هو بيحب كل فترة كده ينزل للسوق علشان يشوف يعني احوال الناس وطلباتهم ويشوف طلبات الفقرة اللي يعني هو مش فقير زيهم وانه بيضطر يعني انه يتنكر في لبس زي عامة الشعب انما هو في الحقيقة امير زيها وبنشوفه وهو بيرجحها لقضتها وبتكون بدأت انها تحبه وتعجب به ولكن للأسف الفرحة دي ما بتكملش لانه فجأة بيهجم عليه جنود الوزير وبيقبضوا عليه وبيضربوه وبيرموه في النهر علشان يتخلصوا منه ولكنه بيلمس المصباح فبيظهر الجني اللي بيقدر انه ينقذه قبل ما يغرق وهنا بنروح بقى للقصر وبنشوف الملك مع جعفر وهم بيدخلوا على ياسمين للقصر وبيكون الملك تحت تأثير السحر القوي اللي عمله الوزير وبيقول للأميرة انها هتتجوز جعفر الوزير ولكن فجأة بيدخل عليهم علاء الدين وبيقول لهم ان جعفر حاول ان هو يتخلص منه وبيكتشف علاء الدين ان الملك يبقى تحت تأثير السحر اللي موجود في عصاية جعفر فبياخد العصاية وبيكسرها وبيفوق الملك من تأثير السحر جعفر الوزير وكمان بيطلب من الحراس ان هم يقبضوا عليه ولكن بيرمي جعفر سحر على الارض فبينفجر في المكان وبيقدر ان هو يهرب منهم وبيقرر بعدها الملك ان الأميرة تتجوز الأمير علي واللي هو علاء الدين ولكن بعدها بنشوف علاء الدين وهو زعلان وده لانه كذب على الملك وما صارحوش بالحياة وبييجي الجني وبيطلب من علاء الدين ان هو يحرره زي ما وعده ولكن علاء الدين بيرفض وبيقول له ان الملك بيحترمه بسبب وجود الجني لانه هو اللي عمله أمير وبيقرر بعدها علاء الدين ان هو يروح للملك وكمان للأميرة ويصارحهم بالحياة وبيروح البغبغان بتاع الوزير للأوضة اللي فيها المصباح وبيسرقه وبيوصل به للوزير اللي بيحكه ولما بيخرج الجني بيطلب منه أول طلب وهو انه يكون ملك للمدينة وبعدها بيطلب من الجني ان هو يخليه أقوى ساحر في العالم وفعلا بيقدر ان هو يكشف علاء الدين قدام الأميرة وبيعرفهم ان هو مش أمير ولا حاجة وانه هو من سكان المدينة العاديين وكمان بيقدر ان هو ينفيه لمكان مليان تلج وبيكون بعيد جدا عن المدينة وبيطلب الوزير من الجني ان هو يخلي الأميرة تحبه ولكن الجني بيقوله ان هو ما يقدرش يخلي أي حد يحب أي حد تاني وفجأة بيظهر علاء الدين في البلكونة بتاعة الأصر وبنعرف ان هو قدر يرجع للمدينة مرة تانية عن طريق البساط السحري وبتشوفه ياسمين وبتفضل الأميرة تشغل جعفر لحد ما علاء الدين يقدر ان هو ياخد المصباح ولكن جعفر الوزير بيشوفه في التاج فبيخضب جدا وبنشوفه وهو بيحبس الأميرة في ساعة رملية وبيتحول لتعبان ضخم وبيخدعوا علاء الدين وبيقوله ان هو مهما كان ضخم اكيد الجني هيكون اضخم وهنا بيطلب جعفر من الجني ان هو يحوله لجني زيه وفعلا بيحوله لجني ولكنه بيكون خدعه لانه هيكون جني فعلا ولكنه هيكون محبوس في المصباح السحري وبالفعل بيتحول جعفر لجني محبوس في مصباح سحري وبنشوف علاء الدين وهو بيرمي مصباح جعفر لبعيد وبيتخلصوا منه للأبد وبيجري علاء الدين على ياسمين وبيعتزل لها ان هو يعني يكذب عليها وما قالهاش على الحقيقة من الأول ولما بيعرف الملك كل اللي حصل ده فبيقرر ان هو يغير القانون وبيقرر ان الأميرة ياسمين تتجوز على الدين وبس كده لحد هنا بيخلص الفيلم بتاعنا اللي نتمنى ان هو يكون عجبكم والحلقة بتاعتنا تكون عجبتكم لو عجبوكم فعلا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لان ده بيساعدنا ان احنا نكمل وطبعا ما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصلوكم مننا كل جديد نشوفكم في حلقة تانية كتيرة جديدة وسلام